تطرح المحادثة التي أجراها رئيس الفلسطيني محمود عباس مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تطرح تساؤلات بشأن مدى قدرة الرئيس السابق الجديد على تحقيق اختراق ملموس في الصراع المستمر منذ أزيد من عام خاصة في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وفشل جميع مساعي وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن الإسرائيليين أشهر لسولات وجولات مضت على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومن ثم اشتعالها في لبنان دون أن تنجح الإدارة الأمريكية الحالية في وقف الصراع وإقناع الجانب الإسرائيلي فضلا عن حماس بتبادل الأسرة فقد فشل الرئيس الأمريكي جو بايدن في دفع الجانبين للتوصل إلى اتفاق بعدما أوفد وزير خارجيته أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط أكثر من عشر مرات في غضون أشهر إلا أن جهودا مضاعفة يبدو أنها ستبذل خلال الفترة المقبلة لإنهاء الحربين في غزة ولبنان وفق ما نقلت رويترز علما أنه من المرجح أن لا تصل إلى نتائج مرجوة لسيما أن الإدارة الحالية في أيامها الأخيرة أو ما يعرف بفترة البطة العرجاء إذ يرى بعض المراقبين والمحللين أن تل أبيب وغيرها من الأطراف المعنية بالمفاوضات قد تفضل انتظار الإدارة الجديدة برئاسة دونالد ترامب للمضي قدما في ملفاتها العالقة والمعقدة ترجمة نانسي قنقر